اشتركوا في القناة ونبدأ بمشيئة الله أولى دروس مادة لغتي بمراجعة الخروف التي سبقنا أن شرحناها ودرسناها هيا بنا يا أبطال نتذكر مع بعض الحركات القصيرة والطويلة والحروف التي تمت دراستها في الفصل الدراسي الأول انظر معي إلى هذا النشاط النشاط الأول يقول أنطق الحروف المكتوبة بحسب الحركات في السطر الأول انظر إلى الحركات هذه الحركات يا أبطال نقول عليها أنها حركات قصيرة فما هي الحركات القصيرة كما قلنا حركة الفتحة والكسرة والضمة حركة الفتحة إذا أتت مع حرف الميم نقول ما مع الباء باء مع اللام لا مع الدال مع النون مع الراء مع الصاد سا مع الباء باء مع السين سا مع القاب قا مع التا تا مع الحا حا مع الألب آ مع الطا طا مع الزاي زا مع الواو و مع الجين جا مع الشين شا هذه يا أبطال مع البتحة أما إذا أتت هذه الخروف مع الكسرة فنقول على الميم ني والباء بي اللام مع الكسرة لي هيا بنا نقر هذه الخروف مع الكسرة بالتمثيب دي ني ري صي في سي قي تي حي آ ينفع أقول آ لا يا أبطال لازم أقول إي بس بالحالة هذه الهمزة هتكون من هنا يا أبطال أسفل الألب طا نقول طي زي وي جيم جي شين شي إذا أتت الضمة فأقول على المين مو بو لو دو نو رو صو فو سو قو تو حو أو طو زو و جو شو هذه الحركات مع الحروف هذه الحركات تسمى حركات قصيرة النطق يا أبطال ما يأخذ أكثر من ثانية يعني في أقل من ثانية تنتهي من نطق الحرف إذا قلنا على الحرف الأخير هذا نقرأ بالحركات الثلاث ش ش ش ش ننتقل إلى النشاط الثاني أنطق الحروف المكتوبة بحسب ضبطها بالشكل الآن وضع لنا الحركات مع الحروف هيا بنا ننطق أ ما م م ب ب ب ل ل د د د ن ن ن م ط ر ص ص ف ف ف ف س س ق ق ق ق ت ت ت ح ح ح ا ا ا ا ا ط ط ط ز ز ز و و و و ج ج جو شي شو شي اذا يا ابطال لو تلاحظ لحظوا لحظوا معي انه هنا بنحط الحركات الضم والفتح والكسر مو لابم تحفظ بالترتيب لازم تتعلم قراءة الحرف مع الحركات فعيني تيجي على الحرف مع حركته ما ينفع تنطب الحرف الا لما تشوف الحركة معك متلازمة معي ابطال لازم تكون معك فعيني تيجي على الحرف مع الحركة حجته النشاط الثالث اكتب على الحروف المنقضة هذا النشاطي ابطال تكتب هذه الحروف المنقضة امامك بخط جميل وتراعي كتابة الحرف الطريقة صحيحة هذه الصفحة يا ابطال بنجعلها واجب منزلي تقدر ان انت تكتب والبرم السامة وتكتب بخط جميل كمان يا ابطال ننتقل الى النشاط رقم اربعة اقرأ الكلمات الاتية ثم اكتبها هيا بنا نقرأ هذه الكلمات كل هذه الكلمات حروفها تحتوي على حركات قصيرة هيا نبدأ قرأ قرأ كلمة ثانية بطل رسام رسام ثالثة ربح ربح شريبة شريبة مرة اخرى قرأ رسم ربح شريبة لاحظ الاسوات القصيرة مرة صوتك يكون سريع بها انف لاحظ المقطع الساكن انف حبل قرد جبن ركز معي في نطق المقطع الساكن وتنويل الضغط ساحة هذا صوت طويل ساحة واسعة واسعة المدد المقدار حركتين فقط لاحظ الحرف المدد مو معه ولا حركة الممدود هو اللي معه الحركة مثل ما تعلمنا في البصل الدراسي الأول عقول عقول كبيرة كبيرة تنوين اللي معي أمامي تنوين ضم يوضع على الحرف الأخير فوق الحرف الأخير النون الخداعة كما وضحنا لكم يا أبناء هنا يا أبطال لاحظ اللام القمرية والشمسية عندنا القمر القمر المطر المطر الشمس الشمس الصدق الصدق في اللام هنا في أبطال دام شمسية ولكن في القمر والمطر دام قمرية والفرق بينهما كما قلت لكم أن اللام القمرية تنطق وتكتب ونضع فوقها سكون ساكنة أما اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تنطق والحرف الذي يأتي بعدها دائما يكون مشدد لاحظ الش ما سمعت اللام الصي وشددت الصاد وشددت الس الشي الراس يبطر هذا كان الدرس الأول وهو مراجعة الحروف التي تمت دراستها في الفصل الدراسي الأول والآن أقول لكم بداية موفقة بمشيئة الله ولكن كان يجب علينا أن نراجع الحروف حتى نربط حروف الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني وبذلك نقول قد وصلنا لنهاية الحصة الأولى دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته